نتائج أخيراً انتهى اليوم ماراثون امتحانات السنوية العامة وشهدت لجان الامتحانات في يومها الأخير أداء الطلاب لامتحان الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم وامتحان الستيكا لطلاب شعبة رياضة وامتحان الفلسفة لطلاب شعبة أدبي وكانت الامتحانات قد انطلقت منذ يوم الاثنين الموافق 20 يونيو لعام 22 كده أقدر أقول أنه الطلبة النهاردة فراحة العائلات النور حينطفي وتهدأ كل البيوت المصرية اللي فيها سنوية عامة من الأحلام اللي الواحد بيحلمها أنه موضوع السنوية عامة ده وتحس كده هذا الخط اللي بيبقى فيه كل القلق وكأن المستقبل يتوقف عند هذه النتيجة أنه يتغير وتبقى السنوية العامة مجرد مرحلة بيعديها الطالب عشان يدخل لمرحلة بعدها المهم أن الناس تهدأ كده ويبدأوا يصيفوا الأهالي ويصيفوا الطلبة وينتظروا إن شاء الله النتيجة بكل الخير ترجمة نانسي قنقر